برنامج مهم جدا في توقيت هام احنا دايما بنحاول طول الوقت ان احنا نذكر انفسنا بما كان يحدث ودايما يعني حتى كان سيدة رئيسة عبد الفتاح السيسي في احدى الفعاليات كانت تحدث انه في بالفعل بعض الكواليس احنا مش ممكن حتى نتخيلها ويمكن حتى ان احنا ممكن منكنش قادرين نستوعبها ولا حتى نقدر ان احنا نتخيل اين كان بيحصل في الكواليس عايز اعرف من حضرتك اهمية هذا البرنامج برنامج الشاهد تجربة جديدة ومختلفة كل حلقة بيكون مع حضرتك ضيف مختلف من موقع مختلف من قطاع مختلف بيبقى عنده كواليس وحكايات جديدة احنا ما نعرفهاش عايز اعرف من حضرتك اهمية هذا البرنامج وهذه التجربة وايه هميته في هذا الوقت تحديدا خلينا نشكوركم الاول على الاستضافة والاهتمام بالبرنامج 30 يونيو صورت شعب المصري كله يعني لو التقدير اللي احنا بنقوله دايما ان فيه 50 مليون طلعوا 30 يونيو لحد 3 سبعة هتلاقي عنده كل واحد من 50 مليون دول حكاية صحيح وقصة ويقدر يقولك كان موجود فين في 30 يونيو ويقدر يقولك عمل ايه فانا بعتبر ان 30 يونيو صورت شعب المصري كله يعني ما قامتش بيها مجموعة او قامت بيها مؤسسة مثلا معينة ولكن الكل شارك فيه خلينا اقولك قبل فكرة البرنامج الدافع ليه مثل هذا البرنامج لانه الحقيقة طول الوقت الزاكرة المصرية مهددة احنا ما عندناش آليات للتوسيق يعني لو روحتي در الكتب مثلا عشان تشوفي حتى ارشيف الصحف تلاقيه متبهدل ما تلاقيهوش مكتمل السياسيين عندنا بينتموا الى مدرسة بتميل الى عدم تدوين مذكراتهم رغم انه في العالم كله بتلاقي السياسيين بمجرد ما بيخرجوا مثلا من مناصبهم بيكتبوا مذكراتهم لانهما بيعتبروا انه ما جرى هو حق الشعب مدرسة المصرية بيقولك انه ده مش ملكي يعني منصب مثلا فيه وزير خارجية مهم فيه وزير مهم حدف منصب مهم يقولك لأ انا ما مسجلش هذه المذكرات لانه ده مش ملكي ده ملك الدولة المصرية وفيه اسرار ما ينفعش افسح عنها ففيه ناس كتيرة جدا لعبوا ادوار مهمة في التاريخ المصري وماتوا ومعهم اسرارهم ومنعرفش عنها حاجة الدافع الاساسي بقى لتوسيق 30 يونيو تحديدا فيه تجربة في مصر ومتعلقة للأسف ايضا بجماعة الاخوات يعني بعد الصدام فيه 54 مع الرئيس عبد الناصر ثم فيه 65 لما خرجوا في السبعينات وكانت فيه اتاحة شوية لهم من الرئيس السادات كتبوا هم ما حدث من زاويتهم فبقت فيه الاحداث دي الرواية الاخوانية هي الطغي لما احنا طلعنا نقرأ عن الفترة دي كانت الرواية الاخوانية مسيطرة بشكل كبير وبدأ ده يبقى فيه حالة الشك أو عدم اليقين في التاريخ فتلاقي فيه كتبات اخرى تلاقي خلاص زي ما بيقولوا كده في الاعلام الذي يقول الكلمة الاولى على حق وفيه امر اخر اهم وهو ان الذي يروي الحكايات يحكم دي قاعدة اساسية فهم كانوا بيروا الحكايات عن الاحداث وبقوا هم المصدر انا سألت سؤال يشكل الدافع انه انا مثلا بنتي او حفدتي مين اللي هيقولهم او هيقروا فين عن تلاتين يوم هل نترك الجهة الاخرى هي اللي تحكي وتقول ايه اللي حصل خاصة نما مهتمين بالمسألة دي بشكل كبير مهتمين بيها وهذا الاهتمام ما بنلاقوش عندنا لانه انت بتعتبر احنا صاحب حق يعني يعني صاحب الحق خلاص مش هيدافع عنه لانه بيعتبروا حق لكن هم عندهم دوافع عندهم مصالح معينة بيستخدموا ونشطين في النقطة دي فانا بيستخدموا بالزبط فانا حابب انه على الاقل تبقى الرواية من صنعها الحقيقيين اللي هم فيه معظمهم متجردين مش هقول كلهم متجردين لكن معظمهم متجردين يحكوا هم الحكاية او يقولوا الرواية بحيث انه هزي الاجيال لما تيجي وده اللي انا معني به اكتر يعني احنا الان هتلاقي عارفين معظم مجر لكن اللي جاي لكن بالمناسبة احنا كمان عندنا معظم مجر لكن الصورة مش مكتملة عند كل شخص فينا ما هو ده الفكرة بقى يعني انا كلمتك عن الدافع فالفكرة انه الثورة دي تحديدا ليها جوانب كتيرة جدا فكان الحرص في البرنامج ان احنا نقوم بتوسيق شهادات اكبر عدد من الناس وخدنا ممثلين يعني مثلا جابة الانقاذ كانت موجودة فيبقى في حد من جابة الانقاذ تمرد موجودة فيبقى في حد من تمرد الشهادة كان عندنا شهادة مهمة جدا عملها الدكتور يونيس مخيون اللي هو رئيس مجل الشيوخ حزب النور وده جانب مهم جدا في بعض الناس مبارح في التعليقات كانوا قالك ازاي حزب النور يعملوا شهادة على 30 يونيو هما مالهم ومال 30 يونيو رغم انهم كانوا يوم دور كبير جدا في الاحداث بصرف النظر عن اتفاقنا او اختلافنا مع التوجه الفكري بتاعهم لكن لكن ده واقع فعملنا التشكيلة دي او التصور ده بحيث انه يبقى فيه واحد من كل اتجاه يقول شهادة واقعية على الاحداث انا ما كنتش بسعى الى استطلاع اراء او تنظير زي ما بيقول ولكن كنت بسمع للحكاية على الارض يعني الناس شاركت ازاي وعملت ايه ودورها بالزبط في الثورة كانت ايه عظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة